بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدارس رح نشوف إن شاء الله كيف نستدعي Constructor من قبل Constructor آخر أول شي خل نشوف ليش ليش نحتاج الشي هذا ليش نحتاج نستدعي Constructor من Constructor آخر حنا قبل شفنا ال Constructor هذا اللي عندنا هنا زين اللي يقبل أربعة برامتر واستدعينا ال Constructor هذا في المين زي ما انت شايف هنا قدامك لكن في حاجة مهمة جدا هنا لما سوينا ال Constructor مجرد أنك تسوي Constructor تكتب Constructor في الـ Class حقتك مجرد أنك تكتب Constructor زي اللي قدامك هنا فإن الـ Default Constructor اللي هو الـ Constructor اللي يحن متعودين عليه دائما نستخدمه خلال الدروس السابقة اللي ما يستقبل أي برامتر ولا شي اللي تعطيك إياها الجافة هذا يختفي هذا الـ Constructor يختفي مباشرة ليش الجافة تيجي تقول لك مدامك ما كتبت أي Constructor فأنا راح أعطيك Default Constructor تمام؟ راح أعطيك Constructor ما يستقبل شي ولا ذا فقط يعني عشان تعبية المكان لكن مجرد أنك يا المبرمجة أنت اللي برمجت الكلاس هذي مجرد أنك جيت وكتبت عرفت Constructor عندك في الـ Class خلاص Default Constructor هذا يروح اللي هو الـ Constructor اللي بدون برامتر فلو عندك أحد يبغى يستخدم الـ Class حقتك زين ويبغى يستخدم الـ Class بـ Default Constructor لأي سبب إن كان أو خلين نكون أكثر دقة ما يبغى يستخدم الـ Class بـ Constructor بدون برامتر برامتر تمام؟ أفضل من كلمة Default Constructor لأن Default Constructor هو فقط الـ Constructor يتعطيك إياها الجافة مزين؟ فلو عندك واحد يبغى يكتب يسوي له Object بنفس الطريقة هذه يعني ما أبغى أسوي هذا المثال خلي أسوي Comment للمثال هذا أبغى أو الكود هذا أبغى أكتب كده أبغى أستجعي Constructor بـ دون أي برامتر اللي هو الـ Constructor هذا خلني أسوي له Comment افترض أني ما كتبت الـ Constructor هذا تمام؟ أنا فقط كتبت Constructor واحد ولم أكتب الـ Constructor هذا لاحظت إن الجافة على طول عطيتك Error تقول لك أنت عندك الآن حين تستطعworth El constructive لأن الـ Constructor يبغى 4 برامتر أنت هنا عطيتني 4 برامتر شغلك ممتاز هنا ما عطيتني ولا برامتر ما عندي einstructor ثاني على فرض إن الـ Constructor هذا غير موجود مضبوط على فرض إن هذا حتى موجود أعبا أريدك الآن الش Leaving كيف يعمل لكن أنا فرض أن هذا غير موجود الجافة تقول لك أنا ما عندي اينى ومن ثلاث تعمل والكونستركتور هذا يطلب أربع برامتر تعطيني أربع أرغيمنت هنا زي ما تشايف الكود هذا تعطيني أربع أرغيمنت أمورك تمام ما تعطيني ثلاثة ثنين واحد ما تعطي ولا أرغيمنت أي شيء تاني غير أربع أرغيمنت بنفس التفصيل اللي قدامك فإنه راح يعتبره غلط واضح؟ كأنك تستدعي مثل غير موجودة فإذا أنا الآن حتى أننا نوفر للأشخاص اللي مستخدمين الكلاس اللي يكونوا يستخدمون الكلاس حقتنا نوفر لهم كونستركتور بدون أي أرغيمنت للكونستركتور اللي هم متعودين عليه لابد أن نكتب كونستركتور ثاني تمام لابد أن نكتب الشيء هذا اللي هو الكنستركتور اللي تو أنا وريتك إياه تمام لابد أنك تضع كونستركتور بدون أي بدون أي برامتر ما يستقبل أي برامتر الكنستركتور هذا بالطريقة هذه راه يكون شي اسمه طبعا هنا بس عشان نسمينا هنا نفس الاسم خلين نسميه E2 أمرنا تمام ما عندنا أي مشكلة الآن لأني أنا كتبت الكنستركتور هذا طيب الآن أنا كتبتو كونستركتور كتبت اثنين الكنستركتور الكنستركتور هذا فهمنا وعرفنا وشفايدته الكنستركتور هذا قلنا عشان نسهل طيب كيف أكتب الكنستركتور هذا هذا السؤال اللي يطرح نفسه عندك خيار انك تجي الكونستركتور هذا وتخليه فاضي تمام تخليه فاضي ما في شي بس عشان الشخص اللي يستخدم الكلاس حقتك يصير يقدر يستخدم كونستركتور بدون اي برامتر اللي هي الطريقة المتعودين عليها في الكلاسات في دروس السابقة لكن هنأتفقنا نحن نبغى نحميل الوبجيكت نبغى نضع قيم في الوبجيكت ابتدائية تكون تحميل الوبجيكت كيف نسوي الشي هذا عندك الخيار الثاني انك انت تبدأ هنا تعبي القيم تمام يعني ننسخ الكود هذا الكود هذا ننسخه هنا ونبدأ نعبي القيم من عندنا حننا ما في برامتر بسينا حننا نعبي مثلا first name فاضي last name فاضي طيب salary مثلا نحط ناقص واحد دلالة على انك تراك انت استخدمت الكونستركتور العادي ما عطيتني salary فانا بحط ناقص واحد بعدين نفهم ان الناقص واحد هذه معنات ان في مشكلة ال id نفس الشي في ال id نضع ناقص واحد زين استخدم ما عطاني شي فاضع ناقص واحد اضع علامات زين علامات تدل على انه تم عمل الوبجيكت بالطريقة الغلط زين اذا انت مضطر انا افضل دائما ان الوبجيكت دائما يبدأ بالstate اللي انت تحتاجه قال لي اهو عفوا الstate الصحيحة زي الطريقة هذه انك تاخذ من المستخدم القيم وبعد كده المستخدم اه شي اسمه هي اه اه تشيك على القيم هذه هالي صحيحة اولا لا وتضعها في الوبجيكت لكن لو فرضنا انك اه ان المستخدم ما تبغى المستخدم يعطيك اي قيم فانك تستطيع انك تضع قيم ابتدائية تكون اه خاطئة مثلا هنا اه مثلا خليني انا هذه القيمة اللي نحطها اقول هنا change first name ازين الاسم الاول هو change first name والاسم الثاني هو change last name ازين الفكرة طبعا جدا بسيطة وهي انه لما اسوي الامفلوي يكون اسمه الاول غير الاسم اسمه الثاني غير الاسم يعني واضح جدا لما يجي واحد يطبع بيانات الامفلوي هذا مضبوط لما واحد من الموظفين في الشركة يستخدم البرنامج ويطبع بيانات الموظف لما يشوف الراتب ناقص واحد يشوف الايدي ناقص واحد كان شوي يعني ممكن يتلخبط ما يدلش القصة لكن يشوف الاسم غير الاسم على طول يعني توحيله انه والله في شيء غلط مضبوط في شيء كان مفروض ان يتغير بس انه ما تغير تمام؟ هذه الديزاين هذا ما لدخل يعني هذه افكار ديزاين اعطيك اياها افكار تصميمية للبرامج ما لها دخل بالجافة نفسها تقدر تطبقها بجميع اللغات الموجودة زين فاذا نحن حطينا constructor constructor ما يستقبل اي بارامتر وخلينا ال constructor هذا يضع قيم افتراضية ابتدائية تدل على وجود خطأ معين او انه الابجكت ما اخذ قيم ابتدائية بشكل الصحيح والمطلوب وانه نحتاج ان نغير القيم هذه ويعني الشيء هذا افادنا انه المستخدم ما عد يحتاج انه يعطيني القيم مباشرة في البداية تمام؟ يمكن يقول لك يعني المستخدم يقول لك انا ما اعطيك القيم مباشرة ابغاك ابغاك اسوي الابجكت وبعد كذا ابغا استخدم السترز فيما بعد بطريقتي الخاصة حتى اضع القيام قلت له خلاص انا اسوي لك الابجكت راح اضع فيه قيم كذا غريبة عشان ابين انه ترى القيم الان موجودة في الابجكت غلط بعد كذا انت اذا استخدمت السترز وحطيت القيم الصح امورنا تمام لو ما حطيت القيم الصح نسيت او شي زي او صار شي زي كذا اي لا انا حطيت قيم توضح انه فيه غلط في الابجكت تمام؟ لاحظ عندنا 2 constructors هنا زين؟ هذا شي مهم جدا عندنا constructor constructor كلهم نفس الاسم ال constructor دائما اسمه نفس اسم ال class كلهم ما يرجعون اي قيمة وهذا شي عادي ومسموح جدا فيه في الجافة سؤال الان انا الان عندي ال constructor هذا يستخدم ال sit و ال sit first name و ال sit last name و ياخذ البرامتر من ال user و يضعها هنا طيب انا الان هنا كررت ال code لاحظ ان ال sit هنا sit هنا وش الفائدة؟ ليش ما احاول اني استفيد من ال constructor هذا؟ تمام؟ باني من ال constructor هذا استدعي ال constructor هذا اخلي ال constructor هذا الاول يستدعي الثاني ويعطيه القيم الغريبة هذه حتى يضعها بدل ما انه المستخدم هو اللي يستدعي ال constructor هذا انا ال constructor حقي يستدعي ال constructor هذا ويعطيه القيم الغريبة وهذا هو الزبدة الدرس اليوم وانه constructor يستدعي constructor ثاني غالبا اذا كان عندك اكثر من constructor حاول قدره مسطاع انك تخلي واحد منهم يستدعي الثاني مضبوط حتى نكما تكرر الكود دائما نحاول نتجنب تكرار الكود شفنا لما مثود تستدعي مثود تحاولنا فيها نتجنب تكرار الكود مضبوط حتى نصونا حتى صيانة البرامج تكون سهلة هنا نفس الشي عندنا constructor يستدعي constructor ثاني أو عندي two constructors زين إذا فعلا هم يسوون شيء متشابه وقدرت أني أخلي واحد يستدعي الثاني فهذا أفضل بكثير وحين بالحال هذه نستطيع أن نقلي واحد يستدعي الثاني بنجي نشيل الكود هذا ونكتب العبارة هذه بكل بساطة هنا استخدام جديد وغريب لكلمة this مضبوط طيب خلنا هنا نضع طبعا ناقص واحد زي ما سوينا قبل وهنا نحط ناقص واحد برضو زي ما سوينا قبل الآن وش اللي يصير في الموضوع هذا موضوع بكل بساطة عندي two constructors لهم نفس الاسم ولكن تختلف الparameters وهذا شيء مسموح فيه في الجافة عموما في الجافة راح نشوفه لما نجي الميثود overloading زين ولكن في الجافة عموما يسمح لك أنك تكتب أكثر من الميثود بنفس الاسم بشرط وجود اختلافات في الparameters سواء في عدد الparameters أو في أنواع الparameters مضبوط أو في يعني في اختلافات راح نشوفها إن شاء الله في الميثود overloading مضبوط فبما أن الكونستركتور هو ميثود من نوع خاص بما أني أبغى أحضر two constructors زين فأني مسموح لي أضع two constructors لهم نفس الاسم بشرط أن الparameters مختلفين مضبوط هذا مسموح لي إضافة إلى الشيء هذا مسموح لي أن يخلي واحد منهم يستدعي الثاني حتى أختصر الكود فرق بين العمليتين مسموح لي أن يضع two constructors بنفس طبعا هم نفس الاسم أكيد لأنه نفس الكلاص بشرط اختلاف الparameters زين هذا الشيء الأول زين ما قدامك الشيء الثاني أقدر أو يفضل أن يخلي واحد منهم يستدعي الثاني إذا كان هذا الشيء ممكن حتى أن يقلل من إعادة كتابة الكود دعونا نرى هذا الشيء بشكل سريع كيف يتم الاستدعاء هنا دعونا نرى الكودة اللي قدامنا هذا عندك هنا من البرنامج الرئيسي أنا راح أستدعي الميثود أو الكونستركتور employee اللي هو الكونستركتور هذا طبعا الجافة شافت الكونستركتور بدون parameters عندها two constructors واحد بدون parameters واحد parameters بكل بساطة قالت اللي أنا أبغى اللي ما فيه ولا parameter مضبوط هذا هو الكونستركتور اللي أبغى فتيجي تختار هذا وليس هذا تمام هذه الطريقة بكل بساطة اللي تسويها الجافة حتى أنها تختار الكونستركتور هذا ولا تختار الكونستركتور هذا شاء تعدى البرامتر وتشوف هنا كم برامتر رسالنا وتفرق بين الاثنين من خلال البرامتر زين طيب الآن اخترنا الآن استدعينا الكونستركتور هذا طيب وش يصير هنا طبعا خلينا نشوف الهيب وستاك هذا الهيب عندنا تمام هذا الهيب وهذا استاك الآن راح نضع في راح نجي في استاك هنا نضع المين هذه المين تمام المين طبعا ما فيها شي نجي هنا نضع الكونستركتور اللي هو employee نضع له اكتفايشن ريكورد حنا هنا استدعينا حنا هنا سوين الوبجيكت هذا الوبجيكت سويناه هذا الوبجيكت سويناه في الأربع فيلت زين ما قلنا حنا بما أننا في الكونستركتور الآن زين خلوا اكتب هنا بس اكتب هنا مين وهنا اكتب ال employee اللي هو الكونستركتور تمام employee زين ف انا هنا المين طبعا ما كان في عندي اي شي جيت استدعيت employee هنا جا هنا سويت الـ activation record الجديد و this تماتيك عندي this يأشر على الوبجيكت هذا خلعي ده مرة ثانية في المين أنا في المين هنا استدعيت الوبجيكت هذا طبعا صار تم الاستدعاء تم الاستدعاء طبعا هنا زين استدعيت الـ الكونستركتور هذا تماتيك حطيت this تمام ما في أي برامتر زور سلت أنا الآن في الكونستركتور هنا في الكونستركتور هذا جالسة نفذ زين الكونستركتور هذا الآن جاء يستدعي الكونستركتور الآخر هذا كيف استدعى باستخدام كلمة this زين لاحظ this وبعدين قوسين كأنك استدعي method بس اسم الميثود هو this زين زين هنا شف هنا جينا نستدعي set كتبنا اسم الميثود وبعد كذا البرامتر هنا جينا نستدعي كونستركتور ثاني نكتب this وبعدين الـ argument تمام هذا هو الفرق بين انه الكونستركتور يستدعي الكونستركتور ثاني وبين انه الكونستركتور يستدعي method قارن بين الثنتين نضبوط نكتب this وبعد كذا القوسين ثم نرسل الـ argument للكونستركتور هذا فخلنا نشوف العملية كيف رح تصير رح نجي ونضع عندنا هنا activation record جديد تمام في الـ activation record هذا رح تكون this عندنا موجودة وتأشر عن نفس الـ object زين هذي موجودة طبعا هذا نفس الـ object ما زلنا فيه ورح نرسل الـ arguments هذه في الـ parameters هذه فممكن اني اضع هنا الـ parameters الأربعة اللي هو fn ln salary id تمام id salary زين رح أرسلهم نفس القيم اللي عندي هنا طبعا القيم طويلة فلذلك رح هنا هنا كنا حطين minus 1 minus 1 هنا حطين minus 1 تمام بعد كذا اخذ الـ رح استدعي method sit هنا sit first name رح اضع activation record جديد set first name نفس الشي في this يأشر لي على نفس الـ object ما زال this جالس معنا تمام لاحظ ان هنا عندي constructor استدعي constructor ثاني 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 نسميها stack نكوّم فوق بعض وكل ما نخلص من استدعيم method نشيل activation record حقها فهنا set هذي رح تغير لنا قيمة first name فهذا مثلا لو فرضنا هذا first name رح يكون في change first name القيمة اللي جتنا هنا تمام اللي اخذناها من هذا تمام هذا fn رح يجي هنا fn وبعد كده ناخذ القيمة اللي في fn هن نستخدم بس ثاني عشان ما نخبط هذا fn تمام الparameter هذا fn اللي هو في set رح ناخذ قيمته من method set هنا ونضعه في fn اللي عندنا هنا في هذه method set إذا خلصنا الآن نخلص من method set نشيل activation record الخاص فيها خلصنا من method set set first name تمام بعد كده نكمل على method نرجع هنا ال constructor هذا تمام اللي هو activation record حقه زين ونستجعل method set last name رح نضع لها activation record جديد زين ما سوينا في set الأولى ما راح أكرر هنا بس عشان يعني تشوف كيف stack كيف تتكوم فوق بعض ها activation record لما نخلص من جميع ال sets اللي موجود هنا فننخلص من constructor هذا كاملا فنشيل ال constructor عندنا ونكون عبينا كل ال attributes اللي عندنا في ال object عبيناها بالقيم اللي مرسله من ال constructor فنشيل هذا من ه زين عبيناها بالقيم هذه الأربع اللي عندنا طبعا ناقص واحد خلصنا الآن من ال constructor هذا نرجع ال constructor هذا ال constructor هذا ما في أي شي فقط يستدعي هذا فخلصنا منه مباشرة فنشيل ه هنا تمام وبعد كذا نروح ل بعد ما نشيل ونرجع ل main هنا إذن باختصار شفنا كيف نسوي constructor overloading زين كيف عندنا أكثر من constructor في ال class كيف constructor يستدعي constructor ثاني كيف ال constructor الثاني يستدعي methods زين كلها الهدف الرئيسي هو تسهيل صيانة البرامج وهذه أهم مشكلة في هندس تبرمجيات زين كيف تتم تسهيل صيانة البرامج بأن نقلل من تكرار الكود أي كود متكرر نحاول نحطه في method الوحد وكذا ونبدأ نستدعي method هذه فهنا حطينا method set تمام أو عندنا method set في الكود اللي يشيك لنا first name لما جينا في employee قلنا نحتاج نشيك على first name طيب استدعي method set لأن تسوي لك الشي هذا لما جينا هنا في أرجو أن تكون الصورة واضحة إن شاء الله